لجوم اف ام اصول وازمان سابقة يقول لك ولا حكم اراؤوش اراؤوش مين ده ارى ايه اراؤوش حكم اراؤوش ده يخلينا نحط ادينا بقوة على الحاكم المناخولية في تاريخنا خدوا بالكوا اراؤوش كان وزير الناصر صلاح الدين وانا بس عايز افكركم ان الناصر صلاح الدين غير احمد مظهر لان الناس طول الوقت في مصر بتخلط بين الفنان العراحل العظيم احمد مظهر وبين الناصر صلاح الدين ده حاجة وده حاجة تانية فضلا عنه انه التاريخ اللي موجود في فيلم الناصر صلاح الدين يعني قول يعني ممكن يبقى يعني 25% مثلا من التاريخ الحقيقي والباقي كله 75% عشان خاطر نادية لطفي وصلاح ذو الفقار وحبيبنا طبعا احمد مظهر عشان كده اقول لكم ان اراوش هو وزير الناصر صلاح الدين ايه بقى فين لما يبقى الناصر صلاح الدين هو البطل القوم العروبي الاسلام العظيم اللي مصر كلها والتاريخ الاسلامي كله والتاريخ العربي كله بيشهد له بينما وزيره يبقى على هذه الدرجة من الظلم لدرجة يقول لك ايه يا خي ده هو ده ولا حكم اراوش مين اراوش ده والحكم ده جيمينين انه حاكم منخوليا يدير البلاد بطريقة منخوليا كل ما فيها منخوليا ترجع بقى للتاريخ تلاقي انه هو كان الوزير العسكري القائد المهم لكن كمان كان في حد بيشتغل اسمه كده كاتب صلاح الدين كاتب صلاح الدين ده يعني ممكن تقول وزير ماليته على وزير خارجيته في مصر كان اسمه ابن مماتي ابن مماتي ده راجل صاحب قلم وكان اديب كمان وكتيب يعني بينما اراوش ده الوزير الذي يملكه الامر والناهي في شؤون العسكري والشوارع والبيوت والاذقة والناس وحالات التجار وكل بقى الامور دي طيب وعين في بعضك العادة زي اي وزيرين قريبين من حاكم كبير بيكرهوا بعض شايلين من بعض جامد وخد بالك كمان انه ده صراع ابدي صراع السيف وصراع السلاح سينسين ده السينسين غير سكاك حديد مصر طبعا السينسين السينسين ده بقى صراع دائم بلا توقف انتهى بيه الى انه روش يسيطر على شؤون الحاكمة والمحكومة في واقعنا المصري وقت صلاح الدين الايوبي وكمان لما يموت ويرحل عن عالمنا هذا السلطان العظيم الكبير صلاح الدين الايوبي يبقى ابنه اللي هو السلطان العزيز عثمان برضو في نفس الوقت يبقى روش هو الوزير المقرب والاهم في عصر ابن صلاح الدين الايوبي وابن مماتي يعني خافة الصوت خافة النفوز لابت في الضرة الانتصار كان واضح ليه روش على ابن مماتي لكن ابن مماتي ده بقى ابن لزينة ليه لانه قرر انه ينتقم على طريقته ككاتب اول ما تمكن اول ما بقى اصبح يعني قادر على انه ينتقم انتقم عمله في الانتقام كتب قالفة كتابا اسمه الفاشوش في حكم قرقوش وقعد يكتب عنه يا اخي ما لم يدركه احد وكتابة فيها اظهار ليه انه حاكم منخلية وقراراته منخلية وانه غباوة ما فيش بعد كده غباوة الحقيقة يعني بقى الدين قرقوش صاحب السلطة والجاو ونحسين دا اللي بنالنا الألع دا اللي بنالنا الألع لقلعة صلاح الدين الشامخة وده اللي بنى اسوار القاهرة التي وقف تماما العدواني والعداء وده الراجل اللي عمل عيون الماء كل الأمور دي كل هذه الأمور لم تشفع له ونسيناه الناس خالص نسيناه تماما ونسينا كمان مجرى العيون وافتكرنا حكايات اللي كتبها ابن ماماتي في الفاشوش في حكم أرقوش اللي كان بيقول لنا إن أرقوش بعيد عنك حاكم منخلية إزاي منخلية؟ كيف يكون هذا المنخلية؟ وزير صلاح الدين الأيوبي وعمل إيه ده علشان يبقى منخلية وعشان يبقى بالغباوة والغشامة والغشاوة دي كلها ده اللي بيحكي لنا في كتاب الفاشوش في حكم حكم مين؟ أرقوش أرقوش بكرة بقى نشوف حكم أرقوش ده يا الله سلام سلام عليكم منخلية إذن انتقم الوزير ابن ماماتي من الوزير قرقوش وعمل له كتاب عن الفاشوش في حكم قرقوش أظهر في كم أن هذا الرجل منخلية وزير صلاح الدين الأيوبي حاكم منخلية شوف عندك بقى الكتاب اللي خلى مصر كلها تبقى مثل شعبي عندها هو إيه ده يا أخي؟ حكم أرقوش؟ ده ولا حكم أرقوش؟ أرقوش بقى أول حاجة من النوادر التي تروى عن ظلمه وحمقته أن جنوده أتوه بغلام متهم بالقتل